وفي لواء بني كنان نفذت بلدية خالد بن الوليد بالتعاون مع مجموعة من المصورين المتطوعين مبادرة تهدفوا للترويج للمناطق السياحية شمال المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصعى المبادرة لنشر وبث محتوى رقمي تناول مزايا المناطق السياحية والأثرية غير المكتشفة في مناطق الحمة وبركة العرائس وعين غزال بأسلوب جذاب يلفت أنظار رواد المنصات ويشجعهم على زيارتها هو الترويج للمناطق السياحية المهمشة وتحتاج الكثير من العناية والتعريف فيها لأنها فعلا ذات قيمة عالية جينا اليوم على بلدية خالد بن الوليد لدعم مناطق سياحية موجودة في شمال الأردن مناطق جدا رائعة منها بركة العرائس وأم قيس بتخيل أن مناطق زي هيك بتحتاج دعم أكتر وجينا نحاول نصور ممكن نروج لها بطريقة أو بأخرى ترجمة نانسي قنقر